اشتركوا في القناة كأطماعا استعمارية في القرية التي هي امتداد جغرافي طبيعي لأراضي مدينة القدس هم لديهم أطماع بحثة في هذه المناطق كثرواتها مياحها الجوفية هي غنية أيضا بالأثار على مر العصور مرت حضارات كثيرة متعاقبة على هذه الأراضي المقدسة كما نعلم هي منطقة استراتيجية مطلة على مدينة القدس مشرفة على مدينة القدس هي تعتبر بوابة الجنوب الغربي لمدينة القدس كان القطار العثماني يمر من الولجة قبل احتلال إسرائيل لأراضيها عام 1948 وكانت القرية تعد سلة غذاء لمدينة القدس استكمل احتلال أراضيها عام 1967 وضمت إسرائيل معظم مساحتها لمدينة القدس سوث القرية بيعتبره تاب لبلدة الاحتلال في القدس وبنرسى عليها أوامر الهدم ودفع الغرامات وبيعتبر أن الأرض تعود لبلدة الاحتلال في القدس وسكان الموجودين عليها غير قانونيين وبالتالي يمرسون عليهم كل الأشكال الابتهاد والعنصرية بنى الاحتلال حول الولجة جدارا شائكا وأقام مستوطناته على أراضيها يريد لحي عين جويزي أن يحافظ على طبيعة أرضه الخضراء ليستمتع المستوطنون بمناظرها الخلابة من مستوطناتهم التي تمتد في كل مكان حولها كما يرى أهلها المحرومون من البناء والمهددون بالترحيل هكذا يبدو الامتداد الطبيعي لأراضي قرية الولجة مع جبال القدس الغربية حاصر الاحتلال أهالي القرية بهذا الجدار الشائك ويمنعهم من البناء فيما تبقى من أراضيهم بل ويهدم منازلهم فيها بالرغم من ضمه ثلاثة آلاف دنم خلف الجدار لصالح مستوطناته التي يتضاعف البناء فيها فاد العصى العربي قرية الولجة غرب بيت لحم